في هذا الفيديو سأريكم كيفية ربط حسابكم البيبال بالكارت فيزا أو الفيزا كارت أولا ما هي الفيزا كارت ثانيا ما هو البيبال أو ما هو حساب البيبال ثلثا ما هي أهمية الربط كارت فيزا بحساب بايبال وما هو أصلا البيبال يا أمين إذن باختصار شريط جدا للمبتدئين بدون تعقيدها الكارت فيزا مشهورة عالميا الكارت فيزا فيها أرقام وفيها من الخلف كود مكون من ثلاثة أرقام أو أربعة أرقام هذا الأرقام هذا من الأمام يمكنك شراء بها في الأنترنت أو في مواقع الأنترنت أو شراء دومين أو شراء أي شيء يعني يمكن أن تستعملها في أي مكان في الأنترنت هذه الكارت فيزا يعني كأنه حساب بنكي أوروبي ويمكنك شراء أي شيء تريده فقط تعبئة الكارت فيزا وتشتري ما تريد البايبال حساب البايبال هو بنك وهمي لا يمكن السرقة منه يعني بنسبة كبيرة جدا مستحيل أنه تسرق منه لكن بطاقات الكارت فيزا يمكن تحكيرها وسرقتها يعني في حتما إذا قدمت أرقامك وكلمة السر في موقع يمكن أنه يخترق لك أو يسرق لك الكارت فيزا لكن إذا اشتريت عن طريق حساب البايبال فلا أحد يستطيع أن يتتبع معلوماتك لذلك فالناس رحي تربط الكارت فيزا بالبيبال لأنه في حالة ما إذا ربطها يمكنك الشراء فقط عن طريق البايبال والبيبال في نفس الوقت سيأخذ المال من الكارت فيزا هذا هو باختصار شديد جدا لأيضا ناس لا يتخدم بالبيبال مع أنت أنا نربح من البايبال من تطبيقات أو أي شيء ربح أو أي شخص يرسلني أموال بالبيبال فأنتظر فقط مدة شهر وسيتحول المال من البايبال إلى الكارت فيزا ويمكنون يسحبه بدون أخذ أي فائدة يعني مجرد أن يدخل المبلغ إلى البايبال بعد شهر واحد يتحول لأوتوماتيكيا وإذا أحبت أن نسحبه مباشرة سيأتي بعض العمولة كبيرة قليلا ولكن سيأتي بعض العمولة إذن لا نطور شهر لكم نذهب لحساب البايبال بعد ما فتحناه تخشوكم هذه الواجهة بالعربية وبنوقع كما تحبوا نذهب للمحفظة هذه تحت على قوش نذهب للمحفظة نذهب للمحفظة نجد كما هكذا نجد إضافة حسابات بنكية ومشتريات عبر الأنترنت إذا نجد إضافة حسابات بنكية تخرجنا بهذه الطريقة مثلا إذا نجد مشتريات على الأنترنت تخرجنا بهذه الطريقة لضبط التفضيلات أضيف وسائل الدفع إلى محفظتك إذا نجد نرجع نجد على البطاقة على الصندوق في النص هذا تخرجنا على حسابات بنكية بطاقات السحب والإئتماء تقول لي أمين أنا في الجزائر عندي بحساب بنكي لا بدروا لحساب أورو للأسف بايبال رحو مرفوض في حسابات البنكية الجزائرية باقي البنو كي يمكن تتعامل معه وكل دولة كيفاء في الجزائر حذاري أنكم طلبتوا البايبال بحسابكم البنكي وإلا سيتم الغلق يعني غلقوك محت الحساب البنكي كومبلي لذلك نجد كيو هنا ما نختاروش حساب البنكي نختاروه بطاقة باقي البنكي نقوم بكيو فيزا نضيفها نضيفه كورو في البصمة كما ركم تشاهدو إذا أول شي يبدأ برقم البطاقة رقم البطاقة تلقوه من الأمام تلقوه في الأمام رقم البطاقة يعني رقم البطاقة تلقوه في الأمام إذا نكتبه 4 تلاحظوا باللي أنا لم أدرت المسافات المسافات درتها وحدة يعني كل أربع أربع أرقام المسافة ستدير وحدها ما نشانالي درتها الرقم موجود في بطاقة الكارد فيزا كما هكذا يعني أنا مجرد نكتب الأرقام والتطبيق وحدود لمسافات من أربع أرقام إذا نعود فقط نتأكد منها الرقم إذا الرقم راهو صحيح ندير التاريخ نكست هنا وحش هيعطيني ما تخلط لكم أول وهذه يسموها فلاكارد تلقوها في الواجهة الأمامية التاريخ الشهر والعام لتنتهي فيه صراحية الكارد إذا الأم الأم هذه هي الشهر مثلا هي في 12 برتها في ديسمبر وتنتهي في فانتسيس يعني في الفين وستة وعشرين الرقم أو الشهر والعام تعال البطاقة إذا هنا راح نكتب رمز الحماية رمز الحماية رمز الحماية راح تلقوه من الخلف من البطاقة من الخلف حسنا هذا هو الكود لا يجب أن تتمدوه لحتى واحد تكتبوا مباشرة كما كنت لم تغير ما قلت رمز الحماية هو كود تلقوه من الخلف البطاقة حذاري أن أي شخص يشوف إذا شاهدوا الرقم يمكن أن يسرقوكم عادي جدا تخرج عنوان الفوترة وحدها أو أنت اللي تعمرها في البايبال لا تخرج وحدها أو أنت عنوان الفوترة أعتقد أن تتمضيفها أيضا إذا حبيت ندخل عنوان الفوترة هنا وندخل المضيفة إذا حبيت هذه جدا إذا نرجع الخلف سوف ندخل ربط البطاقة أقول لك جالي تأكيد معلوماتك مع تأشيرة السفر إذا step 1 open Paysera application direction from your mobile and verify this payment step 2 after you have completed click to continue إذا يقول لي open Paysera يعني رح نفتح تطبيق Paysera from your mobile and verify this payment يعني رح نفتح إذا نخرج نروح ال Paysera تعني نفتح تطبيق كما رحكم تشاهدوا هنا ندخل تخرج automaticina كتأكيد الدفع عبر الانترنت عراجة تأكيد محاولة الدفع من PayPal كما رحكم تشاهدوا بطاقة التي سيتم الاقتطاع منها البطاقة تنتهي ب كما رحكم تشاهدوا غيرها 0-0 محاولة هو الوبرا بشكل بطاقة نتأكد منها هو نفس الرقم إذا فقط ما علينا إلا نسحبه السحب للتأكيد ندخل ندخل البصمة الآن تم تأكيد السحب كما رحكم تشاهدوا هذه البطاقة تم تأكيد حتى لكم نروح حساب غيره ندخل ندخل البايبال ندخل ندخل بالتأكيد لقد قمت بربط تأشيرة سفر بنجاح ووافق إذا تخرج بهذه الطريقة الفيزا الخاصة مربوطة بالكارت فيزا لماذا يقول باسبورت؟ لأنه كارت فيزا مربوطة بالباسبورت لذلك تم تأكيد كل شيء ندخل المشترية بالإنترنت ستخرج هذه تأشيرة السحب وكذا هذه كارت فيزا مربوطة وكل شيء مرغل كما رجبكم تشاهدون لذلك ندخل المشتريات بإنشار أفضل طريقة لشيرات ندخل بايبال أو ندخل حفظ التفصيل نقوم بإنشار تأشيرة الآن وسائلة الدفع المفضلة على الإنترنت لكي ندخل بها كارت فيزا كما رجب ندخل بايبال وتطوير بإنشارها بايبال وتحذفها وتعود نفس الطريقة لكي تدخل بايبال وما زال لا يهم مليح نقوم بإنشارة بالكارت فيزا مباشرة ونقوم بإنشارة بالبايبال لما نعطيهم الكارت فيزا وهذه اختيار طريقة المفضلة لا يوجد مشكلة مهمة إذا خدمت فقط لكي يذهب للكارت فيزا فقط لكي نقوم بإنشارة لكي لا يوجد أموال كبيرة كبيرة لكي نقوم بإنشارة لكي نقوم بإنشارة لكي نقوم بإنشارة إذا هذه الطريقة فقط منتمنى أن تكون أعجبتكم لإعجبوا الفيديو إن شاء الله أنه يدرنا تعليق وكومنتر وكاش أسئلة كاش حواج مفهمتوهاش ممكن فسرنا هاش مليح يجاوبنا أو يكتبها فقط في التعليقات أسفل الفيديو مع الاشتراك إذا نلتقي في مقطعين آخر سلام